قال المبعوث الاممي الى اليمن هاز جرونبيرغ انه انخلط في نقاش مثمر وجوهري مع رئيس مجلس قيادة رئاسي رشاد العليمي حول سبل المضي قدما نحو عملية سياسية جامعة تحت رعاية الامم المتحدة لانهاء النزاع الذي طال امده في البلاد واوضح جرونبيرغ الذي انهى زيارة الى العاصمة عدن في بيان انه بحث مع العليمي اخر المسجدات وسير المناقشات الجارية التي تهدف لبناء الثقة وخض وطأة معاناة اليمنيين تسهيلا لاستئناف العملية السياسية واكد المبعوث الامي اهمية الحفاظ على الزخم الراهن والبناء على التقدم الذي احرضته الاطراف حتى الان